27 لعبا في قائمة منتخب مصر النهائية لودياتي النيجر وليبريا أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا قائمة ودياتي النيجر وليبريا المقارن لها يوم 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الأسكندرية في حراسة المرمة محمد الشناوي وإحمد الشناوي ومحمد صبحي أما في خط الدفاع كريم فؤاد، عمر جابر، علي جابر، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، الوينش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح أما خط الوسط حمدي فتحي، طارق حمد، أيمن أشرف، محمود حمادة، إمام عشور، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم أما خط الهجوم محمد صلاح، عبد الرحمن مجدي، أحمد حسن كوكا، مروان حمدي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجي بالمناسبة، تريزيجي عامل مباريات رائعة، بيتقلق وبيسجل في كل المباريات الأخيرة أمام جازنتيب في الدورة التركي الحقيقة عامل مباراة جمدة جدا، وتقلق وبيوصل تقلقه الحقيقة مع فريقه تربزون سبور التركي وفي الجولة السبعة من الدورة التركي، والتي انتهت بفوز قاتل بتلات أهداف مقابل هدفين سجل تريزيجي الهدف الأول لفريقه في ديئة 14 بتزديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت على يمين الحارس قبل أن يحصل، يتحصل على ضرب الجزاء بعد تزديدها استضمت في يد المدافع ويحولها بنجاح إلى الشباك لاعب في نادي تربزون، وفي الدقيقة 8 من رؤية بدر الضائع يسجل مارك مدافع برشونة السابق هدفاً قاتلاً برأسية غالطة الحارس وسكنت الشباك الهدف هو الثالث لتريزيجي مع تربزون سبور هذا الموسم في 12 مباراة بجانب صناعة هدفين الفوز رفع رصيد تربزون سبور للنقطة 13 في المركز السادس أجازة يوم واحد للاعبي المنتخب المصري ثم استقناف المعسكر يوم الاثنين القادم دكتور جمال محمد علي بيحاضر المدربين والإداريين بالكويت نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم قبل كده 27 لاعب حيكونوا متواجدين مع منتخبنا خلال الفترة اللي جاية أو خلال المعسكر القادم وبراتين نايجر والايبريا إن شاء الله يبقى فيهم نشوف شكل منتخب لشكل مختلف لمنتخبنا الوطني نشوف روي فيتوريا كيف يفكر مع بقية مساعدين والبرتغاليين اللي موجودين ونشوف إلي حيحصل خلال الفترة القادمة كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ترجمة نانسي قنقر